اشتركوا في القناة يا أهلا وسهلا كيف ممكن للخدمات التي تقدم في هذا المكان أن تسهل وتحسن من تجربة الزائر للكعبة المشرفة الأمر الإلهي لإبراهيم عليه السلام وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود المفسرين قالوا الطهارة ليس فقط طهارة معنوية ولكن أيضا طهارة مادية لذلك هنبدأ بموضوع النظافة كيف تنظف مساحة ضخمة بهذا الحجم وأعداد بالملايين قاعدة تيجي المكان ومكان لا يغلق أبدا يعني إحنا أغلب الأماكن حول العالم متى تنظف لما يمشئ الزباين كيف يتم تنظيف مكان لا يغلق 24 ساعة في اليوم 365 يوم في السنة طبعا كان لي الشرف الحمد لله بفضل من الله أنه أنظف المطاف مع عمال النظافة ومع المشرفين حسنا هنا 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 ما في زحلك طب انت ما في شرعب انت انت دكتور عشاء الله حنبدأ قريبا تنظيف الساحة بإذن الله مع الفريق كله هنا أهلا وسهلا أهلا 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 لما ندخلنا طبعا موضوع حتى التفاصيل يعني كذا مرة واحد من العمال يصلح لي مسكة المكنسة لها طريقة متى تمسك باليمين ومثلين لما يحولوا تلاقيوا يحولوا اليسار لليمين الميلا حق المساحة عندما يمسحوا فيه ميلا معينة يجب من يكونوا عليها لكي الماء لا تنظيف هاي حيا 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 حرك حيا 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 مسك هر أتعبت ما هو حمد النظام؟ لا أعرف كاميرا لكن أنا أتعب في النظام لا، لازم جري، حبا حبا شوية شوية حضاً، ماذا؟ حياً، ماذا؟ خذيني أنا تعبت في النص يعني في النص تعبت شوية أحيانا رياضة يا سهر الجهد يعني هي تبانى أنها تسلية ولكن جهد كبير بيقوموا فيها علشان يخلصوا في المدة المطلوبة أحيانا بيجروا عشان يسرعوا لأنهم المساحات شغالة وراها السيارات بس ما شاء الله رياضة انتم مصبوح انتم ما في يتعب ما شاء الله ما شاء الله أنا يتعب والله تمام أزاكم الله خير أزاكم الله خير مرة شكرا يلا وانت مرة ممتاز انت مدير ممتاز طيب خلصنا شوفوا كم أخذ وقت كل الموضوع اتنظفت المطاف كله مساحة ضخمة يوجد عشرات الآلاف من الناس قاعدين يطوفوا وتم الموضوع بسلام وبانسيابية وخلال حتتحط على الشاشة دحين المدة خمس وعشرين دقيقة نص ساعة عشرين دقيقة مدري هذا الاهتمام علشان الناس لما تطوف تطوف في نظافة وفي طيب الموية حطين فيها موية ورد وبالمناسبة ينظفوا بموية عضوية ما هي كميكلز أو كيماويات ما تضر الجلد ما تسبب حساسية للعين فالكل دحين اللي قاعد يطوف قاعد يشوم ريحة ماء ورد أهلاً وسهلاً ما في جزئية في الحرم إلا بتتنظف أي مكان تتخيلوه في 1800 عامل نظافة أربعين سيارة كهربائية ستين آلة لتنظيف الساحات ألفين حاوية في داخل وخارج الحرم الأرضيات بتتنظف الأبواب الأعمدة المنارات الأسقف كل مكان بيتنظف وفي مكان مرة مهم أنه يتنظف كمان وهو السجاد في الحرم مع التوسعة الجديدة فيه أربعين ألف سجادة لو انفردوا كده وراء بعض أطول من المسافة بين مكة وجدة كيف يتم تنظيف هذا السجاد والعناية به؟ مرحلة إزالة الغبار والنبش تعرف لما الواحد ينفط كده السجادة هذا نفط ولكن نفط آلي مرحلة الغسيل يتم غسل السجاد بالموية وبعدين بالصابون وبعد الصابون يتم غسله مرة أخرى بالماء مرحلة التشفيف مكينة مخصوصة لتشفيف السجاد ها نظر ouais يشفيفس مرحلة التشفيف خلصت طبعا هذا التشفيف الأولي لما أنفتح هاي وهي كده فيه زير مجرد ما علينا فهذا التشفيف الأولي المرحلة الخامسة مرحلة النشر يتم نشر السجاد في الهواء الطلق علشان ينشف بالكامل ويذهب للمستودعات وقبل عملية التخزين يتم عملية كنس علشان لو فيه غبار فيه نمش باقي يخلصوا عليه بعدين مرحلة التخزين هذا المستودع يسعى 15 ألف سجادة تغلف جاهزة للذهاب للحرم عند الحاجة بعد تنظيف السجاد في عملية التعطير يتم تعطير كل سجادة الحرم بماء الورد وهذه عملية تتم بشكل يومي فيه ربط واضح جدا وثيق بين الرائحة والخشوع يعني أنت لما تيجي تسجد وتشوم رائحة ماء الورد في السجاد هذا الربط يساعد في موضوع الروحانية الله يكرمكم حتى يعني موجود أحيانا أحيانا بعض بعض المساجد الغير معتنى فيها كلنا نعرف لما الواحد يسجد وفيه ريحة يعني شيخ مخمج أو ريحة شراب صح؟ هل هذه بتساعد الخشوع؟ والتفنص السجود وقاعد شمره وائح؟ لا وهذه واحدة من الأهداف الرئيسية لكل شيء يسير في الحرم أنه يساعد الزائر أنه يصل إلى الهدف الذي هو جيده حتى الهواء مو بس السجاد حتى الهواء يعطر بالبخور الكسوة تعطر حجلة أسود يعطر كل مكان يعطر واحدة من أهم الخدمات التي تقدم في الحرم موضوع الحمامات لخدمة كل هذه الأفواج الضخمة تخيلوا في الحرم مع التوسعة فيه 13 ألف حمام تنظف أربع مرات في اليوم وأغلب هذه الحمامات تحت الأرض كل الحمامات مجهزة بمراوح بعلامات المخارج للطوارئ بالناموسية والآن أضافوا هذا الجهاز ما يفعله؟ يضخ مادة عبارة عن بكتيريا نافعة تتغذى على البكتيريا الضارة المسببة للروائح الكريهة فتطلع ريحة عطرة للناس زمزم طبعاً البئر قديم ومن زمان ولكن إدارة الموضوع كيف تديره بشكل يلبي احتياج ملايين الزائرين يومياً ما في مكان في الحرم في المساحة الضخمة إلا وتقدر تلاقي بيسر وسهولة الحافظات حق زمزم 25 ألف حافظة ويتم إعادة تعبئتها بشكل يومي وتنظيفها بشكل يومي فمشروع ضخم وهذا أيضاً قد يكون قد يكون والله أعلم واحدة من أكبر سقيا الماء في العالم ككمية الأعداد الهائل التي قاعدت تشرب يومياً الحفاظ على سلامة الماء بيأخذوا كل يوم عينات عشوائية من الماء تذهب إلى المختبر للتأكد من سلامة الموضوع أنه لا يوجد أي مشاكل في الآلية بالكامل أيضاً خدمة جميلة جربتها يوفروا حتى للطائفين مياه زمزم وبالمناسبة فيه عمال متخصصين حتلاقيهم زي اللابسهم الآن شايفين هذا اللبس اللي هو البيج لونو بيج هذول عمال متخصصين فقط لسوق يا زمزم أهلاً وسهلاً ماذا هو الاسم؟ جميل جميل؟ نعم الله يجمل أيامك يا رب تقبل الله شراب مبارك إن شاء الله هياك تقبل الله شراب مبارك شراب مبارك تقبل الله أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً ما اسم؟ نعم أناية أناية؟ أناية ما شاء الله ما شاء الله هل أعطي؟ هل أعطي؟ هل أعطي؟ هل أعطي؟ بس نطلع بدعوة رحمة الله أدعي لنا دعوة لله أهلاً وسهلاً الله يخليكم هلاً كيف عرفتها؟ ما تخفي أنا مغطة من عيوني؟ يا شيخ؟ أعطي عجزها نعم تقبل الله مننا؟ شراب مبارك أدعي لنا ما اسم؟ محمد باكستان؟ بنجلادش ما شاء الله طبعاً بنجلادش ثالث أو رابع دولة إسلامية من حيث العدد 150 مليون مسلم من بنجلادش السلام عليكم كيف الحال؟ الحمد لله لاهور 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 ما شاء الله تحياتي هذا جمال الحرم كل الجنسيات اللي بغا يتخيل فين بئر زمزم هو تقريباً ورايا بين مقام إبراهيم والحجر الأسود على بعد 21 متر من الكعبة عمقه 30 متر له تحت منبعين منبع من الصفا والمروة ومنبع من الكعبة الفائض عن احتياج الزوار من ماء زمزم يذهب عن طريق أنابيب تحت الأرض إلى مجمع الملك عبد الله لسقيا زمزم على بعد 4 كيلو متر تقريباً من الحرم هذا المجمع كله مؤتمت كله أوتوماتيك وشوفوا آلية العمل فيه أول خطوة تبدأ بالأنبوبة البلاستيكية دي تضحط في خط الإنتاج الأنبوبة الصغيرة تتحول إلى القالونات دي في مقاتين هذا خمسة لتر وفيه عشرة لتر المكينة دي طاقتها الاستيعابية بتخرج قارورة كل تانية هذه مرحلة وضع الاستيكارات على القوارير كله بشكل أوتوماتيك مرحلة التغسيل القارورة تتغسى الأول ومرحلة التغسيل أيضاً تتم أوتوماتيكياً هذه الصبالي بتتغلف وتأتي إلى المستودع عن طريق جسور أوتوماتيكياً هذا المستودع كم تتوقعوا يسع؟ مئة ألف قارورة خمسمئة ألف مليون يسع هذا المستودع ما شاء الله تبارك الله إلى مليون وسبعمية ألف قارورة من سعة عشرة لتر كلها تخزن وبعدين طبعاً ليه الموضوع ده مهم اللي يفتكر كان زمان النظام ما كان فيه نظام أصلاً فترة ما قبل المصنع العشوائية ناس تستغل الحجاج أحياناً ممكن الواحد ما هو متأكد الموية هذه مغشوشة حطين عليها موية تانية أم لا تم تنظيمها وحصرها وترتيبها وعلاجها من أجل الزائر يحصل على عبوة هو الحمد لله يكون ضامن أنها عليها مراقبة وصحية وما تأذين بالنظام جميل وآلي ومنظم هل هذه النهاية؟ لا في أفكار مرة كثيرة قادمة المستقبل المجمع لتحسينه فيستمر التحسين خدمة جميلة فيه خدمات يعني الحقيقة ما أحد من الأمور التي استفدتها يعني أنه فيه خدمات كثيرة ترى الواحد ما يعرف عنها كان يعني ما عرفناها إلا لما بدأنا نسأل هنا خدمة جميلة اسمها المقرأ تعرفوا خدمة المقرأ تخيلوا تقدر تقرأ على شيخ مجاز من أي مكان في العالم من بيتك مع هذه الخدمة موفرة مجاناً 24 ساعة في اليوم وتخيلوا كل القراء هنا مجازين بالعشرة قراءات يعني تقدر تقرأ عليه بقراءة ورش أو حفص أو حمزة أي قراءة بهاها أكثر من 180 دولة أو جنسية استفادت من المقرأ صار إلى ثلاثة سنوات مفتوحة وأكثر من نصف مليون موعد تخيلوا شي جميل الحقيقة ما شاء الله عبد الرحمن عبد الرحمن من السويد بسم الله ماشد وقت بسم الله أكبر يراجع مع القاعدة وضحة بسم الله الأخرى البعيدة التي يمكن في مدن لا يوجد أحد أصلاً يعلم أولادهم القرآن فيقدروا يستفيدوا ويتعلموا ويتعلموا على يد شيخ في الحرم حبينا نسوي شيء مختلف ونفاجئ بعض الزوار ويكون لهم يد في نسج الكسوة حقة السنة القادمة هل تحب أن تنسج الكسوة الكعبة من السنة القادمة؟ ما رأيك؟ والله يا ريت السلام عليكم كيف حالك؟ كيف حالك؟ ماذا أخبارك؟ أمورك تمام؟ نحن أسعد من معك؟ طلعه وقف طلعه وقف طلعه وقف؟ كيف يعني؟ وقف لله ستذهب إلى أحد ستذهب إلى المكتب؟ لا 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 ستذهب إلى المكتب هو صاحب واحد زميلي يريد أن تذهب إلى والدته حسناً يريد أن جميل يريد أن تذهب إلى الحرم جميل ما شاء الله الله يبارك لكم تحب أن يكون لك يد في نسج الكسوة للسنة القادمة؟ تذهب إلى المصنع الكسوة وتشاركوا في الخياطة للكسوة التي ستضعها للسنة القادمة لهذا الشرف؟ لنا الشرف سميد التمحي سميد أضع آياتي يبديت أوه حلم الحمد لله شكراً كله نصيب الله كاتب لك الحمد لله مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة هنا يتم العمل على الكسوة سنوياً موسيقى 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 ما شاء الله تبارك الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل موسيقى 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 يبديت نفتح ما شاء الله موسيقى وراءها ضرب تسحبها تشدها تضرب الملفات موسيقى إنتبه يدنا موسيقى نفتح موسيقى نفتح بسم الله حسبي الله هل يتدربون هنا كم يجلسون هنا؟ أقريباً ستة عشر وثلاثة عشر هنا تسعة عشر تسعة عشر فقط يتدرب عليها؟ نعم نأخذ الجهادة من هناك من المعهد يأتي هنا هنا قطبيك تمام نعم طبعاً الأخ عبدالجليل هو السائق الليموزيني اللي وصل الضيوف لهنا فلما عرف أتحمسوا وقالوا لي أنه دمع فأضيف واحد إلى خائمة اللي اللي خيطوا صار عندنا عبدالجليل من الهند الحمد لله الحمد لله اللهم لا يكلم الله يكمل لك الأجل إن شاء الله طيك الأفضل إشتراك الله يفتح عليك تسوي لنا دعا أعزائك بالخير مرحبا بك مرحباً بلساني شكراً من ضمن الخدمات المقدمة أيضاً خدمة صناديق حفظ الأمتعة هناك أكثر من ألفين لكر بكل الأحجام لخدمة الزوار وكله ما شاء الله ميسر وأتوماتيك واحد بس يضغط فيه عربي وإنجليزي ديبوزيت يفتح اللكر طبعاً اللكر فيه يو اس بي وفيه شحن فكله هذا أيضاً خدمات يقفل سيقول له بي ناو ويأخذ كردت كارت سيطلع لك البطاقة أو الكارت فيه كل البيانات حقتك رقم اللكر الأخري قلصت تبغى مرة تانية بس حط الباركود يفتح لك تأخذ حجابك وانتهنا كله بيسر وسهول طبعاً مكة جوها طبيعة حار وفي الصيف حار جداً تصل درجات حرارة إلى 40-50 درجة مئوية فأيضاً إثراء تجربة الزائر بأنه ما يتعرض للحرارة الشديدة وهو جالس يصلي إعراق فموضوع التبريد موضوع مرة مهم نظام التبريد طبعاً مساحات ضخمة أعداد ضخمة فجوها في الوحدات التبريد الداخلية حقت الحرم بس هو لأنه شفت فالمفروض أنه أيوة أنا حجيب دير ما أعلنه لا كان سليمة سليمة حيجي يساعدني استاعدني نحطه هذه هنا بس هو 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 بس أوك تمام؟ بسم الله بسم الله ادعي أنت بس سوي دعا ونجر بدي عشرين مكنة؟ ويلا تعال 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 نعم حجر 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 بس حطوا هنا أيوة بس أيوة أيوة تمام يا سلام عليك هذا الهدف مصدر مئات الوحدات تحت الأرض وتحتنا لسه كمان فيه أنابيب حقاً الموية الباردة لتبريد الحرم بالكامل علشان الزائر لما يجي يركز في المهم طبعاً كل اللي راح الحرم لاحظ أنه البلاط حتى لما يكون في عزة ظهر يكون بارد ما هو حار ما يلسع الرجل السر هو في نوع هذا البلاط أو الرخام هذا الرخام جايبينه مخصوص من تاسوس هذه منطقة في اليونان جبل في اليونان جايبين الرخام من هناك خصيصاً وتقطع هذا ميزته أنه يعكس الضوء ويعكس الحرارة ومو بس حرارة البلاط اتجاه البلاط مدروس حتلاحظوا أنه كل البلاط في الحرم متجه نحو الكعبة ليه؟ علشان الآن مثلاً إحنا في المسعة لو أدى يعرفوا فين يتجهوا حتى لو ما أحد شايف الكعبة وهذا صعب هندسياً يشوفوا الميلدي علشان يهندسوا البلاط بهذا الشكل فهو قرار ليس بناء على الأسهل ولكن الأحسن كل البلاط اللي في الحرم يتم تقسيمه إلى زونز أو مناطق تتم مراقبته من قبل مراقبين وبعدين معالجته زي هنا دحين الأخ شعبان شغال على الترويب أي مسام موجودة في الرخام يتم علاجها فهذا أظن من الجزائر رائع؟ جزائر؟ خدمة جميلة كمان ما كنت تعرف عنها تطبيق مقصد مين يعرف تطبيق مقصد؟ التطبيق ده يأخذك لأي مكان في الحرم تبغاه تمام؟ أو كويس؟ مية مية تمام فتضغط ابدأ تقدر تبحث عن أماكن محددة وكمان يديك فمثلاً عندك خدمات ده والإحتياجات الخاصة لو تبغى تعرف فين منطقة الصم والبكم منطقة توزيع العربات كل هذا يطلع لك تبغى بوابة معينة ثانياً في كذا لغة فنأخذ مثال ده حين مثلاً نروح على باب الملك فهد رقم 79 ميزته ملازمة تكون شابك على الإنترنت فهو بالجي بي اس شغال وزي جوجل مابس بالضبط تضغط دقيقتين لباب الملك فهد فلتسهيل تجربة الزائر ما يضيع وقته في أي شيء غير اللي هو جاي علشانه وصلنا للباب هنا باب الملك فهد 79 فأيضاً خدمة مرة مهمة النظام الصوتي النظام الصوتي أنت تتكلم على واحد من أكبر الأنظمة الصوتية في العالم عملين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله نسبة الخطأ صفر في المئة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله كيف أربعة أنظمة صوتية واحدة شغالة لو واحدة خربت الثانية تشتغل فوراً أوتوماتيكياً علشان ليش؟ علشان لا ينقطع الصوت أبداً وقت الإمام لما يقرأ ولا المؤدن لما يقيم الصلاة هذا ليش؟ علشان أيضاً المصلين يركزوا ويخشعوا وما يتأثر خشوعهم والإمام والصوت الجميل مهما كان الإمام صوته جميل إذا صوته مشوش أو تقطع المصلين هيتشوشوا فستة آلاف سماعة موجودة في كل مكان أربعة أنظمة صوتية وخمسين موظف شغلتهم فقط إدارة النظام الصوتي في الحرب تخيلوا أن 80% من المسلمين ليسوا عرباً أكثر خمسة دول فيها مسلمين ليست دول عربية أندونوسيا باكستان الهند بنجلاديش ونيجيريا كلها ليست دول عربية وبالتالي بما أن الحرم المكي لكل المسلمين فلخدمة هؤلاء المسلمين بكل لغاتهم تقدم مصاحف بخمسة وستين لغة مختلفة حضرنا خطبة جمعة موضوعها مره مهم كانت بتكلم عن العصبية والعنصرية طيب تخيلوا لما يكون أغلباً اللي موجودين في الحرم ما هم قادرين يفهموا الخطيب ايش بيقول فقدموا لهم ترجمة فورية للخطبة بحط سماعات بيشبكوها على الجوال ويقدروا يسمعوا الخطبة بلغتهم أدب الخلاف بقان منيلاهي أدب أدب خلاف الأدب أدب خلاف أدب خلاف ويقفة الزممم حتى يستفيدوا وكامان في أمرهم مهم أنها تفهم خطبة الجمعة وتستفيد منها في أتصم والبكم في ناس مترجمين بس وقت خطبة الجمعة يوقف ويучط لغترزم لشم والبكم حتى يستفيدوا من خطبة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون نحن أمّا من أوائل الأمم اللي اهتمت بذوي الإحتعاجات الخاصة يعني الله سبحانه وتعالى عات بالرسول صلى الله عليه وسلم في أعمى عبسه وتولى وقالوا سمعنا وأطعنا موجود المصحف الشريف بلغة برايل علشان الكفيف يقدر يقرأ القرآن في الحرم المكي الاهتمام اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخفأنا الاهتمام بذوي الهمم من الأساسيات في الحرم وفي خدمات مرة كثيرة من ضمنها العربة العادية في أكثر من عشر آلاف عربة تقدم مجانا العربة الإلكترونية في أربعمية عربة وتقدم مجانا لذوي الإحتعاجات الخاصة وفي العربة المستقبلية اللي هي الثنائية والثلاثية هذه لم تطبق بعد ولكن إن شاء الله في المستقبل ستطبق هذه العربة الثلاثية تخدم ثلاثة أشخاص تساعد المطوف أنه يخدم ثلاثة أشخاص بدل شخص واحد وطبعا إلكترونية هو واقف بدل ما يمشي هذه لسه ما تطبقت ولكن من ضمن الأفكار المستقبلية إن شاء الله لا فكرة تحسينات لا تنتهي كلما الواحد يحسب أنه يوصل لمرحلة تأتي أفكار لمرحلة أخرى المتطوعين أهلاً وسهلاً كيف حالك؟ خير والله الحمد لله كيف تفعله؟ الحمد لله باس الصالح أعطيه متطوع في شباب مكة شباب مكة؟ نعم ماذا تفعل؟ خدمة كبار السن والمعنقين الذين يأتيون من كافة الدول العالم نخدمهم إحنا تقواه في سعر الوجه الله تعالى أنا لا أريد إلا الدعاء مني شيء جميل الحقيقي لا يوجد أحلى من كده من أحلى أعمال التطوع أظن أنك تطوّف الناس حول الكعبة وفي المسعة كم لكم ساعة تطوّف؟ أنا لدينا أربع ورديات كل وردية ست ساعات 24 ساعات؟ 24 ساعات طوال اليوم طول السنة دوامي أنا من 6 ونص الصباح إلى 12 ونص الصباح ما شاء الله تبارك الله الله يوفيكم آمين يا رب ويطرح لكم البركة في وقتكم وجهدكم آمين يا رب وإياكم الجميع إن شاء الله سلام عليكم تطلع لك كده بدعوة من حاجة من أندونوسيا أو من ماليزيا تطلع من القلب هؤلاء يأتي من آلاف الأميال وقلبهم يعني الروحانية اللي فيهم غير إحنا اللي معتادين على الموضوع كل يوم بنزور سبحان الله القلب يعتاد دول جايين أول مرة يشوفوا الحرم أول مرة يشوفوا الكعبة ويمكن آخر مرة يعني يمكن لن يأتي مرة أخرى فهذه المشاعر وهذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى لما واحد يطلع ويخدمهم يحصل على دعوة يعني شيء عجيب الحمد لله الله يبلغنا فالجزام الله خير شباب مكة والله من جد بالمناسبة يعني على موضوع التطوع الإفطار إفطار الصائمين يمكن هذه أطول مائدة في العالم نصف مليون تمرة من زوعة النوى داخل الحرم ونصف مليون تمرة خارج الحرم كثير من الناس اللي بيشتغلوا بيخدموا من المتطوعين بيجوا بس علشان يبوا يفطروا صائمين في الحرم يريدوا الأجر ويجدوا متعة واعتزاز بهذه الخدمة اللي يقدموها للزائرين سؤال مهم هل معنى كل اللغة طنادة أنه لا يوجد أخطاء؟ لا طبعاً هذا عمل ليس كامل لأنه الكمال لله وعمل بشري فما في شك سيكون فيه أخطاء أحياناً بسبب خطأ فردي أحياناً بسبب أمور تحصل ما هي متوقعة هذا طبيعي ولكن أي منصف لا يستطيع أن ينكر أنه التحسين في الحرم المكي هو عملية مستمرة كل سنة بعد سنة يعني ما في سنة إلا وفي تحسين عن السنة اللي قبلها برنامج خدمة ضيوف الرحمن برنامج من 12 برنامج للرؤية مئات المبادرات ومئات الجهات المتعاونة ستقدم تحسينات كبيرة جداً خلال السنوات القادمة وهو ركن أساسي من أركان رؤية 2030 أولاً شكر على كل ما بذل من جهود ودعوة بالتوفيق لكل ما سيبذل من جهود للمستقبل سيا بانجا ملاني عندك حاجك خدمت فخرك نو سنفير دوفو سيرويس سنان اونر تسيربيو خدمتان افتخار ماس نفخر بخدمتكم طليها كده نربع بما انه خلصنا ايوه تمام اوكي الحمد لله مرة جداً استمتعت بالتجربة كويس؟ تمام؟ ايوه نبو أحد يترجم اللي قاله دو حين ليه نبو أحد نبو صفقك؟ نعم نبو أحد يترجمها كي تصنعك مرة تصنع كبابة كيف يسمعك مرة تصنعك؟ كيف تصنعك؟ اسمني موحمر مولارين اه نبو أحد يترجم للمقر احضر الله يترجم له مرحباً سوي لك هاتستاند كل الأماكن حقة الحرم المراقبين شغالين أكثر من أكثر من 24 ساعة ما في أكثر من 24 ساعة في اليوم هي 24 ساعة فقط جاتهم عملية بحب أحكيش راح تنجزمه وراح التروكس أحكيش أقول يعطيك العافية هلا صنع بإذن الله أخذ الماء يتمين لا دح خلاص تمام شكراً جزيلاً يعطيكم العافية موفقين شكرين كالعادة أنكم تسمحون لنا أنه ندخل بيوتكم وندردش معكم ونديكم شوية أفكار وشوية طروحات أتمنى تكون جيدة أي كلمة أي معلومة أي شيء كويس أتقال في الفيلم فهو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وببراكاته وأي خطأ صار احتمال أن نقولنا معلومة غلط أو قلنا شيء غلط فهو غير مقصود وهو مننا ومن خطأنا البشري والكمان لله شكراً على المشاهدة كل عام تم خير تحياتي أهلاً وسهلاً خلاص؟ خلاص 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 Scene تماما شكرا